نعود من جديد لمتابعة هذه الصور التي تأتينا مباشرة من قطاع غزة لاستمرار القصف الإسرائيلي على هذه الأهداف كنا أشرنا إلى أن التركيز كان في هذا اليوم والساعات الماضية من قبل إسرائيل على مدينة جباليا شمال قطاع غزة وهذه الهجمات تسببت في مقتل 15 مدنيا بعد استهداف منزل وألحق هذا الاستهداف أضرار جسيمة بالمباني المحيطة إذن قصف جديد على قطاع غزة نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر